اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بالديوان العام للوزارة اليوم مع سعادة الدكتور سورين بيتسوان المبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة تايلند الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بالمبعوث الخاص لوزير خارجية تايلند مشهيدا بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وما تشهده تلك العلاقات من تطور في مختلف المجالات في ظل السعي المتواصل من مملكة البحرين لتحقيق خطوات متقدمة وملموسة لتعزيز التعاون المشترك مع مملكة تايلند ومع رابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان من جهته أعرب الدكتور بيتسوان عن اعتزاز مملكة تايلند بعلاقات الصداقة المتطورة مع مملكة البحرين مؤكدا حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين وتم خلال الاجتماع أيضا التباحث والتشاور حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية التنسيق بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة